يتخرج من الجامعات دفعات جديدة كل عام ولكن في مصر هناك اهتمام كبير لدفعات الشرطة والجيش رئيس الجمهورية بنفسه يشهد كل عام تخريج تلك الدفعات ويكرم أوائلها وهذا بالطبع ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام عند تخريج دفعة طلبة كلية الشرطة كان التخريج بمقر الأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تخلى للحفل عروض للقوة البدنية ومهارات للقتال والدفاع عن النفس وعرض عسكري بالدراجات الحفل الذي استمر نحو ساعتين حضره أيضا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وغيرهم من الوزراء والمسؤولين وهو ما يبرز الأهمية التي يحظى بها خريج تلك الكليات عند الدولة تخلى لحفل أيضا عرض لعضلات مجموعة من خريجي الشرطة وطلبة الحقوق الذين تميزوا بقوة بدنية أظهروها خلال العرض من فوق المركبات مجموعة من اللنشات والحافلات وعليهم كوكبة من طلبة كلية الشرطة من السنوات الدراسية المختلفة تمرة إعداد نخبة من رجال العمليات القتالية ذوي القدرات الجسمانية الخاصة هذا المقطع انتشر على مواقع التواصل بشكل غريب ليس فقط في مصر في مصر شهاده أكثر من ثلاثة ملايين شخص على إحدى صفحات الإسبانية على تويتر أيضا وصلها هذا المقطع وسخرت منه عبر منشور المغردون أيضا علقوا على العرض تقول الأميرة كوكو الأميرة كوكو تقول استعراض قوة الشرطة أمس بزيت التمويل الذي يدهنينه بزيد الاحتقان والفجوة بين الشعب والشرطة التي تزداد يوما بعد يوم المفروض أنهم في خدمة الشعب أما بالنسبة لمريم محمد تقول الجيوش تستعرض الطائرات الشباح والدرونز وآخر أنواع الدبابات والقاذفات والسيسي يستعرض العضلات الرجل عايش في عصر عنتر بن شداد لكنه عرض الشرطة وليس عرض جيوش عبد الواحد يقول استعراض عضلات الشرطة من أجل تخويف الشعب أحمد العسال أحمد يقول البناء الجسماني والعضلي لا يقول أهمية عن بناء القدرات والمهارات القتالية والتدريبية على الأسلحة والاشتباك أما بالنسبة لميرا فتقول يستعرض عضلات أسود الشرطة برحته ولاده فرحا بيهم اهروا انتوا لما هتفرقعوا الحفل الذي حضرته أيضا عائلات الخرجين شهد تخريج نحو ألف وخمسمائة وواحد من طلاب كلية الشرطة عادة تشهد حفلات تخرج دفعات الشرطة والجيش استعرضات مماثلة للضباط ومهاراتهم القتالية هذه الصورة من حفل تخرج دفعة الشرطة للعام الماضي ولكنه لم يحدث الجدل بين المغردين مثل هذا العام شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة واعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها